واحدة من أهم النصائح المهمة للمعلمين والمعلمات هي أعطاء الطفل الفرصة بأن يقدم إجابته بشكل لفظي بدل من أن تكون بشكل كتابي وهذه الطريقة معتمدة كثيراً في كثير من البلدان المتطورة إلى طلاب الجامعات وليس فقط طلاب المدارس برجع أقول مثال في طفل وصف نفسه يقول أنه أحس أنه أنا زي الطابعة اللي ما هي مشبوكة في الكمبيوتر المعلومات عندي بس مين قادر ستطلع أنا عندي كل المعلومات بس ما يعرف كيف أطلعها أو أطبعها وأوصلها على الورق بشكل واضح بحيث أنه اللي قدامي يفهم أنه أنا فاهم فجداً مهم أنه إحنا نعطي الطفل فرصة أنه هو يجاوب على بعض الأسئلة اللي عنده صعوبة في كتابتها بشكل لفظي بدل ما أن تكون بشكل كتابي هذه تعطي الطفل إحساس بالتقدير الإحساس بأنه إحنا نتفهم الصعوبات اللي عنده ونقدر المهارات اللي عنده ولا يهمنا هي تطلع بشكل لفظي أو كتابي طالما تطلع بالشكل اللي هو يقدر يعبر فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر